بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات الصف الأول التجاري والفندقي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بنتناول فيها شرح مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية طبعا المادة بتاعتنا احنا متابعينها من فترة تعليقاتكم على قناة اليوتيوب طبعا تعليقات مبهجة جدا جدا بمبسوط جدا لما بلاقي طالب مستوى ممتاز في مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية بعد ما طبعا خادر لانطباعي الأولاني مستدى بالإنجليش تفقنا في أول حلقة لما تكلمنا لو نفتكر تلكم هتبقى بأمر الله بأمر الله هنوصل لمرحلة السكرتاريا باللغة الإنجليزية أفضل مادة احنا بنحبها مادة كويسة جدا بتضف لي معلومات جديدة عن الحياة الطبيعية التجارية اللي أنا ممكن أقطحمها بعد كده في مجال العمل بأمر الله لما نتخذك هنبقى فاهمين كل الكلام ده أبقى مستوىنا في اللغة ممتاز واصلت من ده تماما طبعا دلوقتي اللغة الإنجليزية عصب كل المجالات والأنشطة أي مجال بتقدم له لازم يكون عندي دراية كافية باللغة الإنجليزية وده منبع منبع أهمية المادة بتاعتنا الحلقة السابقة اتكلمنا عن ايه متذكرين متذكرين ولا لا طب انتم تابعين موعيد عرض البرامج على كنوات مصر للتعليم الفني ولا لا لا طبعا حضرتك قدامك كنز وانت قاعد في مكانك في بيتك بيوصل لك المعلومة بنسبة مية في المية من غير عناء من غير تعب ما تقبتش في حاجة قاعد في مكاني جبت الحلقة اتفضقت عليها سواء يوتيوب او متابعها على شاشة قناة مصر للتعليم الفني على القمر الصناعي نايل سات يبقى انا عندي اكتر من وسيلة اقدر اشوف بيها الحلقات اه الخاصة بالتعليم الفني بوجه عن والسكرتاريا باللغة الانجليزية بوجه خاص اخر مرة اتكلمنا عن ايه يا شباب ها حد يفكر ان يتابع عشان انا ننسي ايوة اتكلمنا عن شروط التسليم اه في التجارة الداخلية طبعا كلمنا عن ايه كمان كلمنا عن ختمنا الحلقة او الاختصارات وعرفنا ان او الاختصارات سؤال مهم في الامتحان بيجي لخمس كلمات مختصرين معناهم بالكامل معناهم ترجمتهم باللغة العربية الحاجات دي كلها لازم اكون عارفة خدنا اكتر من مصطلح يمكن دي معظم المصطلحات اللي موجودة في المنهج بتاعنا باستثناء مصطلحين تلاتة هنعرفهم في اه الوقت المناسب لما اجدرس المستندات الخاصة بيهم لكن لازم لازم ارجع الحلقة السابقة قبل ما اتفرج على الحلقة دي لازم احمل الحلقة بتاعتي بتاعة آآ قناة مصر للتعليم الفني الخاصة بالسكريتاريا باللغة الانجليزية على الموبايل بتاعي اتفرج عليها اتابعها اخد من التمارين تفضل معايا من المستندات اللي بنصورها تفضل معايا ايه المشكلة ان انا واحنا بنعرضها اخد منها تفضل معايا تمام نخلي بالنا من النصائح دي علشان ده اللي هيخليني بامر الله بامر الله ممتاز في مادة السكريتاريا باللغة الانجليزية هنتكلم النهاردة عن اهم مستند في التجارة الداخلية على الاطلاق مفيش مستند هادرسو التيرم الاول اهم من المستند بتاع النهاردة استنتجنا ايه هو المستند? المستند هو الانفايس يعني انفايس يعني فطورة يعني فطورة وليه مهمة? ليه الفطورة مهمة? كل ذا سائل التجارية اللي درسناها قبل كده كانت اتفاقات ما بين الباقع وما بين المشتري اتفاق ما فيش اي حاجة لسه دخل تحيز التنفيذ يبقى انا استفسرت عن سعر البضاعة الباقع جاوبني طلبتها حتى الان البضاعة نفسها محور العملية التجارية انا لسه ما حصلتش عليها. لما ابدأ اطلب البضاعة بعد الموافقة على الاسعار شروط الدفع شروط التسليم فاكرين قلنا الاسعار والشروط. الاسعار شروط وليه قلنا دول كنين? مزبوط. شروط الدفع وشروط التسليم. تمام? الشروط الخاصة بالبضاعة سواء دفع او تسليم مع الفرايسز عند الموافقة عليها من قبل المشتري بيطلب البضاعة. البضاعة يا اما بتوصل لي ازا كان التسليم محل المشتري. لا اما بروح استلمها ازا كان التسليم محل البائع وده بيأثر على المصاريف اللي هتظهر في الفاتورة زي ما اتفقنا في الحلقة السابقة. الفاتورة هي المستند الدال على اتمام العملية التجارية. من غير فاتورة العملية التجارية ما تمتش. ايه اللي يثبت ان انا كمشتري حصلت على البضاعة? الفاتورة. البائع بيبعتلي فاتورة مع البضاعة. طلبت البضاعة? بعتلك البضاعة. معها ايه? الفاتورة. لازم استلم الفاتورة مع البضاعة. الفاتورة دي مهمة? اهم مستند بادرسه في الترمي الاولاني كاملا. لان دي محور العملية التجارية. بضاعة استلمتها بيثبت ان استلمت البضاعة بالفاتورة او الانفويس. نبص على الفاتورة ونعرف تفاصيلها. نعرف اللي هي قد بتاع الفاتورة. ونعرف تركيب البيانات داخل الفاتورة. وايه هي البيانات اللي بتشتمل عليها الفاتورة. نبص على الانفويس. ذا انفويس. اللي هي الفاتورة. الديفينيشن. الديفينيشن او التعريف. يعني مش قادر اوصف لك اهمية الفاتورة بكل اجزاء. بيانات داخل الفاتورة. it is a detailed statement. statement يعني قائمة او كشف. detailed يعني تفصيلي. هو بيان تفصيلي. of goods sold بالبضاعة المباعة and expenses والمصاريف sent by the seller to the buyer يرسلها البائع للمشتري تاني it is a detailed statement of goods sold and expenses sent by the seller to the buyer هو بيان تفصيلي بالبضاعة المباعة والمصروفات يرسلوا البائع للمشتري استعيد انتباهكم لحظات ها طيب الفاتورة مستند بيرسلوا البائع للمشتري بيتضمن كل البيانات والتفاصيل عن البضاعة اللي تم بيعها والمصروفات اللي تم انفقها عليها بس في جزئية بسيطة عايز نوه عليها في التعريف في حالة التسليم محل المشتري ما بيبقاش فيه مصاريف داخل الفاتورة ليه؟ لان اتفقنا ساعتها انا متفق معاك تسلمني البضاعة في مكان المشتري اذا المشتري مش هيدفع اي مصاريف على البضاعة يبقى الاسبانس اذا تبقى موجودة فين يا شباب في حالة التسليم محل البائع اللي هو كان ايه؟ اي اكس دابليو تمام؟ طيب يبقى تاني البضاعة تم تسليمها بفاتورة ما بين البائع والمشتري بيتضمن ايه الفاتورة؟ بيانات تفصيلية عن البضاعة اللي تم بيعها وعن المصرفات اللي تم انفق عليها يرسلها البائع للمشتري ماضي يا نهر ابي يا مستر مش شايفين حاجة يا مستر يا مستر انا مش شايف المستند انا مش عايزك تشوف المستند انا عايزك تعرف شكله فقط هوذيلك اجزاء المستند بالتفصيل لكن لازم المستند يتعمل على بعضه بالمنظر اللي انت شايف ما ينفعش تقسمه زي ما هنعمله حالا انا هقسمه لك جزئين عشان اكبر لك الفونت وتبقى شايف لكن في الامتحان لازم المستند يكون كامل على بعضه مش مكون من جزئين اتفقنا؟ ولا اعقبك اعمله لك كده على طول لا يا مستر خلاص ما تعمله ليش كده مستر وانا خلاص عرفت ان هو مكون من جزئين في الشرح لكن وانا بحله اعمله على جزء واحد اتفقنا؟ يلا نشوف الجزء الاولاني من الانفويس ايوة كده شايفين ما شاء الله تمام ابدأ بالانفويس باللي بعت الانفويس مين اللي بعت الانفويس؟ اللي بعت الانفويس هو السلد السلر اللي هو البائع يبقى اول حاجة السلرز نيم النيم بس؟ لا ده اللي بيحط اسمه في بداية رسالة بيحط اسمه وعنوانه وبياناته كاملة ويجي بتبقى موجودة في التمرين ما بتعبش في حاجة ما بجيبش حاجة من عندي خالص السلرز نيم ادرس اند تاون ايه كمان تاليفون نمبر رقم التليفون فاكس نمبر رقم الفاكس اند ايميل وكمان البريد الالكتروني ايه اللي بعديهم انا متعود من رسائل بقى ايه اللي بعديهم الديت ايه الديت التاريخ بيان جديد اول مرة شوفه انفايس نمبر الان في اختصر لكلمة انفايس خدناها في الحلقة الماضية نمبر يعني رقم الفاتورة بتتميز عن الرسائل بان الفاتورة ليها رقم لكن الرسائل ملهاش رقم فيش رسالة برقم لكن في فاتورة برقم اتفقنا اتفقنا الكلمة اللي جاية اللي موجودة قبل اسم المشتري كلمة سابتة بتميز الفاتورة عن اي مستند تاني كلمة sold to sold to sold to يعني ايه sold to يعني مباعة الى ايه هي اللي مباعة البضاعة ما اللي انا بعيت لك فاتورة لي عشان دي اللي فيها بيانات البضاعة اللي انا اشترتها منك هي اجي الفاتورة بعد كلمة sold to بحط بيانات المشتري اللي انا ببعط له الفاتورة بايرز نيم اسم المشتري ادرس اند تاون العنوان والمحافظة الشرطين الدلافري الدلافري شرط التسليم اند بايمنت ده شرط الدفع يبقى اول حاجة في الموديل بحط بيانات البائع بياناته كاملة اسم عنوان تاليفون فاكس ايميل دي بيانات البائع بالكامل بعد كده بحط الديت او التاريخ انفويس نمبر رقم الفاتورة sold to سبتة قبل اسم المشتري وبياناته اسمه عنوان فقط ما ننساش دلافري اند بايمنت دول التارمز او الشروط اللي كانت موجودة في التمرين نكمل باقي الفاتورة description الوصف او البيان الخانة التانية الكيو اللي هيرجع للحلقة الماضية للابريفياشنز للاختصارات هيعرف ان الكيو خصار لكلمة كوانتيتي او كمية يونت برايس سعر الوحدة توتال دي خانة جديدة بحط فيها الاجمالي او الكلي بنبدأ بايه بنبدأ بالبضاعة نوع كمية وسعر لو في تريد دي سكاونت يعني يا مستر يعني خصم تجاري لو في خصم تجاري بحطه بعد البضاعة مباشرة بعد البضاعة مباشرة بحط الخصم التجاري ما ننساش ان الخصم بيطرح من قيمة البضاعة بلاس ايه هي المصروفات فاي فطورة لا الاكسبانسز هتبقى موجودة في حالة اي اكس دابليو اونلي مش تبقى موجودة في كل الفواتير تبقى موجودة في التسليم محل البائع فقط الاكسبانسز مش موجودة في الدي دي بي تسليم مخازن المشتري ما فيهاش مصروفات بعد ما بقفل حساباتي في الفطورة بكتب كلمة اونلي وبكتب المبلغ بالحروف وبختم ب اي اند او اي اللي خدناه الحلقة اللي فاتت ما عدا السهوة والخطأ عفوا نبص على التمرين بتاعي ما بيختلفش عن التمرين السابقة اللي كان فيها الرسايل التجارية سيلر بائع باير بشتري مين هو السيلر؟ سيلر موجود رقم التليفون فاكس موجود رقم الفاكس نيجل الباير الباير او المشتري نادين وليد ده اسمه ثارتي دوكي سكوار جيزة ده عنوان المشتري فاكس ده رقم الفاكس ده بيانات السيلر والباير ناخد منه سكرينشوت عشان لما نيجي نحل يبقى البيانات واضحة قدامي ما عدش أقلب عليها واضيع مني الجدول اللي بيبقى فيه البضاعة الشهير اللي جالي فيه سواء أو موجود بنفس الشكل ديسكريبشن بيان كوانتي كمية and يونت برايس عندي نوعين من البضاعة مطلوبين فلاش ميموري ثارتي تو جيجا بايت وعندي جي في جي رايتر الاولاني الكوانتي تن يونت الكمية اللي مطلوبة من النوع التاني توانتي يونت اليونت برايس أو سعر الجهاز سعر الوحدة 150 اجيبشيان باوند دا للنوع الاول 350 اجيبشيان باوند دا للنوع التاني تارمس الشروط دا شرط التسليم هيبقى فيه المصروفات الدفع عنده الطلب المصروفات عندي بورتريج وعندي كاريج عندي مشال ب 100 اجيبشيان باوند وعندي الكاريج ب 400 اجيبشيان باوند المطلوب محتاج تقرير تقرير البيئة قبل ما سيب البضاعة والشروط والمصروفات ناخد سكرينشوت لها يا شباب عشان يبقى عندي البيانات كاملة في الشكلين. قبل ما نحل الانفويس في ملحوظة بسيطة عايزين نقولها. يطرى الانفويس زي انهي رسالة. الانفويس زي الكوتيشن. بيرسلها البائع للمشتري. طيب. نبص على الانفويس. الجزء الاولاني اللي فيه البيانات كاملة. ده اسم البائع. شوبرا ستريت كايرو. ده عنوانه. ودي بيانات من التمرين بالزبط. بدون اضافات. حطيت بعد كده التليفون. حطيت الفاكس. ده التاريخ آآ الرقم التليفوني الاول وبعد كده رقم الفاكس. ودي بيانات برضو جاية من التمرين. التاريخ والانفويس نمبر. الانفويس نمبر. دول كانوا موجودين في المطلوب. اهو السطر الاخير ده شباب. نمبر كام. وان هندرد وان تثيرتي فايف. ديت نوفمبر توينتي فور في توينتي توينتي. اه دي التاريخ. ودي الانفويس نمبر. رقم الفاتورة. سولد تو. كلمة سابتة. بييجي بعد كلمة سولد تو. اسم المشتري. نادين وليد. ده الباير. ثيرتي دقي سكوير جيزة. ده عنوان. ومشي حط باقي بيانات المشتري. المرسل اليه اسم وعنوان فقط. وبعد كده بنحط التاريخ. الشروط. الديلافري. الديلافري. نبص على البضاعة في التمرين يا شباب. هناخد جدوى للبضاعة ده على بعده كده كاملا. كم خانة؟ تلات خانات. نحفظهم بعنينا وننقلهم قوة الفاتورة. كامل نوع الاول الكمية؟ تين. تانية. تونتي. يونت برايس. الاولى ون هندرد اند ففتي. التانية ثري هندرد اند ففتي. نبص على الانفويس. نركز كويس جدا جدا من فضلكم. الاول هنحط البضاعة. بيان اجي النوعين بتوعي من التمرين. كميات. تين. تونتي. اليونت برايس. ون هندرد اند ففتي ثري هندرد اند ففتي. مستر الخانة دي جات منين؟ الارقام دي جات منين؟ نركز من فضلكم. اول خانة الرقم الاولاني عشرة. واللي جنبيه مية وخمسين. هندرد بالرقامين دول في بعض. عشرة في مية وخمسين. هيديني الرقم الاولاني بالف وخمسمائة جنيه. ونفس الكلام في الزقم التاني. عشرة. في تلتمية وخمسين. اه عشرين في تلتمية وخمسين هيديني سبعة الاف. يبقى ضقمين دول جمنين تاني. اول كمية. فاول سعر. هيديني ضقم الاول. تاني كمية. في تاني سعر. هيديني الرقم التاني. يبقى خانة التوتل جبناها منين? الكميات اللي عندي والاسعار اللي عندي ضربناهم في بعض. ندون الملحوزات دي بعد اذنكم يا شباب. نكتب الملحوزات دي عندنا. عشرة في مية وخمسين بالف وخمسمية. عشرين. في تلتمية وخمسين بسبعة تلاف. هنجمع الاتنين دول مع بعض يا شباب. الف وخمسمية زائد سبعة تلاف. هيديني تمن تلاف وخمسمائة ميت جنيه. الدور على الاكسبانسز. ايه هي الاكسبانسز? المصرفات. المصرفات. المصرفات في التمرين كانوا اتنين. بورترج. اللي هي المشال كانت بوان هاندرد ايجيبشان باوند. الكاريج اللي هي اه المشال كانت البورترج والكاريج اللي هي مصاريف النقل. دي بوور هاندرد. نجمع المصرفين? خمسمية جنيه. يبقى هنجمع البضاعة. يجيني اول رقم. ونجمع المصرفات يجيني تاني رقم. وهنجمع الضقمين دول مع بعض يا شباب. هاي يجيني ناين تاوزند ايجيبشان باوند. الضقم النهائي في الفاتورة لازم يتفقط. يعني ايه يا مستر يتفقط? يعني لازم يكتب بالحروف. المبلغ لازم يكون موجود مرتين. مرة بالارقام. ومرة تانية بالحروف. بالارقام كام? تسعة تلاف. يعني ايه تسعة? يعني ثاوزند. ثاوزند. ويعني اه طبعا انا عندي الناين ثاوزند. تسعة تسعة تلاف جنيه مصري. ما ننساش نكتب الكلمة الاخيرة. اي نبص كده لحظات. هنرجع تاني علشان نتناقش في جزء بسيط. تمام? هنسيب الفاتورة. وهنقول ملحوظة. المستندات اللي خدتها قبل كده. كانوا كام رسالة. تلاتة. انكوياري. كوتيشن. اند اوربر. استفسار. وتسعير. وطلب. قلنا ان الفاتورة يا شباب تشبه في الظروف ارسالها. في الشخص اللي بيبعتها لشخص تاني. تشبه رسالة التسعير. ليه? رسالة التسعير كان بيرسلها البائع للمشتري. والفاتورة بتاعت النهاردة. برضو يرسلها البائع للمشتري. يبقى ايه وجه الشبه بين الاتنين? ان الشخص اللي بيبعت الفاتورة هو نفس الشخص اللي بعت الكوتيشن لتر. رسالة التسعير. ليه لرسائل ما كنتش بقول فيهم ما عدا السهوة والخطأ? ليه لرسائل ما كنتش بقول فيهم errors and omissions accepted? اذا سايل ما كانش فيها حسابات وارقام. كان فيها بيانات فقط. وما كانتش ملزمة لاني لسه ما اتممتش عملية البيع. لكن من وقت ما طلبت البضاعة وحضرتك بعتلي الفاتورة. اصبح في احتمال لاخطاء واردة وانا بحسب قيمة الفاتورة. ده خلاني اكتب لك كلمة في نهاية الفاتورة. ما عدا السهوة والخطأ. ساعات وحنا بنحل الواجب بتاع المحاسبة او بتاع البيزنس او بتاع الرياضة. بطلغبط في رقم. يبقى لارقام قدامي مزبوطة في التمرين. لكن اجا نقلها بطلغبط فيها. لان احنا بشر. والبشر احتمال الخطأ وارد مهما كان مستوى تركيز وزكاء الشخص. افرد انا بعت فاتورة للمشتري فيها اقطاء. من حقي ان انا ابعت له رسالة تصحيح للخطأ. عشان كده بكتب له في نهاية الرسالة ما عدا السهو والخطأ. يعني ايه ما عدا السهو والخطأ? يعني التسعة الاف اللي طلعوا في الاخر دول صح? لو انا ما نسيتش او اطلغبط وانا بجمع وبقفل الفاتورة بتاعتي. طب لو نسيت او اطلغبط وانا بجمع الفاتورة بتاعتي. هبعت لك رسالة اسمها الاشعارات تصحح الخطأ اللي تم في الفاتورة. يبقى ايه اللي اداني الحق في تصحيح الخطأ يا شباب? كلمة ما عدا السهو والخطأ اللي اتكتبت في نهاية الانفويس او الفاتورة. في جزئية مهمة عايزين نخلي بالنا منها. اما بجا فقط المبلغ في نهاية الفاتورة في طلبة كتير بيشتكوا من عملية التفقيد. بحس ان الموضوع صعب عليه شوية. الموضوع مش صعب. بس الموضوع عايز ممارسة وتعود. وبعض القواعد اللي همشي عليها وانا بفقط المبلغ في نهاية الفاتورة. هقول لكم على بعض القواعد البسيطة نخلي بالنا منها. بس قبل ما اقول لكم على القواعد دي. اذكركم ان الفاتورة اللي خدناها من لحظات كانت فاتورة بدون خصم تجاري. لما درسنا الخصم التجاري قلنا ان الخصم التجاري بيظهر في الفاتورة. اذا لو في خصم تجاري في التمرين الخصم التجاري هيظهر في الفاتورة. الفاتورة اللي تعرضنا لها من لحظات ما كانش في خصم تجاري في التمرين وبالتالي كانت فاتورة بدون خصم تجاري. نبص على تفقيطة المبلغ لحظات ونبص على التفقيط. اولا في كلمتين عايزين نخلي بالنا منهم. عشان افقط كويس. محتاج اني اعرف كلمتين. ما ننساش. كلمة الاولى كلمة. تاوزند. تاوزند يعني. الف. الكلمة التانية. كلمة التانية كلمة هاندرد. ودي يعني مية. يبقى انا عشان افقط اي مبلغ في الفاتورة لازم اكون عارف الكلمتين دول. كلمة تاوزند وكلمة هاندرد. المبالغ اللي بالالوف بتبقى تاوزند. المبالغ اللي بالمئات بتبقى هاندرد. حد فاكر المبلغ? مبلغ كان كام يا شباب? كان تسعة تلاف. ممكن تنطقها لي بالعربي? جي اي جي. جي يبقى بعد الناين? احط كلمة. تاوزند. اتفقنا? يبقى تاني. تاوزند يعني ايه? يعني الف. هاندرد يعني ايه? يعني مية. تا ما تيجي ناخد مبلغ اصعب شوية. قبل ما اخد المبلغ اللي اصعب شوية عايز اعلمكم قواعد بسيطة. اربعة يعني ايه? واربعتاشر يعني ايه? واربعين يعني ايه? اربعة يعني? فوض. الاربعتاشر هي برضو فوض. بس نحط لها كلمة تين. اتفقنا? تاب اللي اربعين? برضو فوض. بس نحط لها تي. كويس كده? طيب. نجرب واحدة تانية. ستة. ستاشر. ستين. يعني ايه ستة يا شباب? ستاشر. زي دي كده. سكس. تين. تاب الستين? سكستي. القواعد اللي قدام عينينا دي مهمة عشان اعرف افقق اي مبلغ. مع كلمة ايه? مع كلمة ساوزند وكلمة هاندرد. تمام? يبقى تاني. عشان افقط اي مبلغ. محتاج? ان انا ابقى عارف القواعد الخاصة بالتفقيط. نطق الكلمات. طبعا الحروف ان انجلش. سهلة جدا ان انا اعرف الكلمات بتاعتي من واحد لعشرة. في استثناءات الاليفن والتولفة بسيطة. لكن اي رقم انا اعرفه سهل جدا احوله لرقم جنبيه عشرات او رقم من الارقام الصحيحة اللي بتبدأ بالزيرو زي طيب يبقى الرقم بتاعي سنخلي واحد قبليه اللي هي الارقام من اول تلاتاشر لتسعتاشر بحط لها كلمة تين. والزيرو لما بيبدأ الرقم بي سواء العشرين تلاتين اربعين خمسين دي اخرها تي. بقى دي تين. ودي تي. مع ما ننساش الثاوزند والهندرد. تما تشيجو نشوف كده رقم نكتبه مع بعض ونفقطه. نشوف الرقم. الرقم ده كام يا شباب? خمسة وعشرين الف ومتين. ننطقه بالعربي الاول. خمسة وعشرين الف ومتين. استأذنكم? نقسم الالوف لوحديها والميات لوحديها. جم جينا نطقناها تنطقناها خمسة وعشرين. ده بالعربي. لكن بالانجلش هنقول العشرين الاول وبعد كده الخمسة. مش احنا في الانجليز بنكتب من الشمال لليمين عكس العربي? يبقى لما نيجي برضو ننطق ننطق العكس. عشرين الاول وبعد كده خمسة. عشرين يعني? شايفين? شايفين? شايفين التي واي? والخمسة يعني فايف. يبقى دي ايه دي? توانتي فايف. دول كمية? اتنين? يبقى دول? تو. دول خمسة وعشرين ايه? الف. يعني ايه الف? يعني تاوزند. ودول متين يعني مية ومية. يبقى اتنين مية. مية يعني هندرد. يبقى لما نيجي ننطق الرقم بعد ما كتبناه? وطبعا بحط لها في الاخر كلمة اللي هو الجنيه المصري. تمام? يبقى تفقيتة المبلغ بتتم ازاي? تفقيتة المبلغ بتتم. عن ان انا بكتب رقم. بقسمه الوف ومئات. الوف ومئات. الالوف. تاخد كلمة تاوزند? الميات بتاخد كلمة هندرد. شوف رقم كمان. شاء الموضوع يبقى سه. ها? واحد وسبعين الف تمنمية وتلاتين. نقسم الالوف لوحديها والميات لوحديها والباقي لوحده. انطق واحد وسبعين. ها? لا السبعين وبعد كده الواحد. سبعين يعني السابنتي. طب هي سبعين? لا هي واحد وسبعين. كتبنا السبعين بفضل الواحد. واحد يعني تانية. ايت. التالتة ثارتي. شايف قسمنا رقم ازاي? الالوف لوحديها. الميات لوحديها والباقي لوحده. اول واحدة تاخد كلمة تاوزند. تاني واحدة تاخد كلمة هندرد. والتالتة دي فكة. ولا هندرد ولا تاوزند. سابنتي وان تاوزند. ايت هندرد اند تارتي ايجيبشيان باوند. تفقيطة المبلغ يا شباب. مهمة بالنسبة لنا. هنحاول كل حلقة بقدر الامكان. نساعدكم في موضوع اه التفقيطة. بامر الله اه الموضوع هيبقى سهل. التفقيطة هتساعدني في حاجات كتير في المستقبل وانا بتعامل مع السكرتاريا باللغة الانجليزية. ان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط. تناولنا النهاردة مستند من اهم مستندات التجارة الداخلية. الانفويس. عرفنا الانفويس بتاعها او التعريف. عرفنا كمان بتاع اه او الموضل. عرفنا ترتبها. وعرفنا كمان ازاي بحط البيانات داخل الانفويس. وعرفنا كمان ازاي بفقط المبلغ. وبحفظ كلمتين. دول كلمتين مهمين لو حفظتهم الموضوع بالنسبة لي بامر الله هيبقى بسيط. نهتم بالانفويس جدا. الحلقات كلها مرتبطة ببعضها شباب. مش عايزين نسيب حلقة تعج مننا. لان ده طبعا هيأثر علي وانا آآ بشاهد الحلقة. دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا آآ النهاردة من مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية. نراكم في الحلقات القادمة بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى